هتوقف بقى وتاخد موقف مع نفساته ولا انا لازم استخر يبقى عندي راجل في حياتي كل يوم بقولك يا نام دي على فكرة وبس حالصبح انت تنسي مش عايش بالليل وانا داخل نام كده بحس بتكوين البيت الفاضي اللي اهو مفيش حد نام جنبك مفيش بيبي مفيش اسرة انا عادة كله اتتكر على البابا وماما اتتكروا على الله واخواتي اتجاوزوا فانا مقيم تكوين لوحدي يعني انت بالليل بس اللي بتفتكر الراجل بالليل بس بفتكره اذا انت عايز تحس بال حد عايش معاك في البيت اه بحدي بيتنفس معاك بيأكل معاك قول مثلا انتو طول اليوم في الشغل فامش حس سوما تيجي تدخل بقى البيت وتلاقي الصمت والفضة ده بتحس طب حد يجي تفرج معاها التلفزيون يا جماعة تجي بالنين يعني طب حد يجي تفرج معاها التلفزيون يعني حد يجي يأكل معاك انتو بتخافي من الليلة؟ بخاف جدا من بالنين تبضلي صحي طبعا طول الليل انا ما نعرفش من لما بعد الفجر ابتدي احس بالطمانين امسألنيش ايه بعد موضوع ليه بقى؟ ما عرفش بحس ان الدنيا سكتة قوي فبحس بخوف لما تبتدي تدب بالحياة واحس انها الصحي بحس انها في امان لو انت اسمك راجل حبيب اسمك ايه؟ ايه سؤال الرخي بقى انا مش عادة براجل عرفك انا حاب ان انا سكت ليه؟ بحب بحب هلو اسمي اسم غلس لأ ليه ويعني يطلع شكله رخي الطمع اي ال�rule شكله ايه؟ حلو زي اكيد يا نير كده ماشاء الله طول بعرض كده ماشاء الله انا بحب الراجل الRegل يحمل عشان تمصى بحب الجمال للرب مش الليه حلو بقى امر ويطلع احلى منى يعني بحساس عشام عشس اب شكله مهندم الشيك المهتمن بنفسه للشكله حلو الله اله جميع ولحب الجمال مال pint وليس عندما اشوف اومبي مش نسو بحساب نفسه يأي حب الراجل ان هزت بنافسه انا راجل حب راجل شكوى اسقل ده شكل راجل اسمي ايه لما هنلسه نختار له شكل ونختار له شخصية اسمي ايه انا عملي وفكرت في حاجة زي كده ايه ده ان شايفة نفسك اسمك ايه لو راجل يعني لو ولد ايه انا عملي وفكرت في حاجة زي كده حكت الاسمي تحبيه حسن حسن ايه ده حسن انت حسن طب حسن شكلك عمل ازاي بقى انت طويل قصير مش انا بدقن هتعمل ايه شكلك يعني لا انا مش قصير ومش طويل انا جسمي حل ايه ده انا بحس ان الصوت يتغير صح اخشن شوية ايه واخرق من اين عندي جنم لا انا مش انا جسمي حل مهتم بنفسي او والله بتروح الجمه بقى وهتم بنفسي قويا لو راجل هتم بنفسي قص شعرك بتطول شعرك حسب بقى الستايل الجديد دي او انا اتغيرت انا حسن ان انا علبت صوتي وتعدلت في العدو او انا اتغالي ده كده بتعملي الصح اعمل الصح اعمل الصح لا هقولك حاجة يعني مش هعلق حد ان انا عشمه في جواز طالما انا مش ناوي على جواز طالما انا حس ان انا بقيت ذكر تغيرت جدا في الكلام لا مش ناوي على جواز مش مش ناوي على جواز الكلام تغير مين اكتر ستة بتعجيبك حسن نجلة بدر فعلا اه ايه اللي بقى اجيبك بقى في حسن في نجلة طيبة وجميلة لا انا بكلم كأنسة بقى لا كل حاجة فيها ماشا الله بص بيت في ايه يعني حفظها انت حسن يعني اكتر واحدة عارفة كويس أو عارف كويس نجلة بدر يعني لا نجلة بدر انسة طيب لو خنت نجلة هتخونها مع مين لو خنت نجلة خونها مع مين؟ لازم حد بيبقى اجمد من نجلة بقى اكيد حسن اكيد هند رسطن طبعا هو مفيش حد اجمد من نجلة غير هند رسطن اه طبعا اه طبعا احنا في وحوش في وحوش انت مش شايف حد خلص انت بتحكم في زوي انا كده راجل وما زي كده ايوا يعني نهي شريف لا احنا بنجال في الجيل الجديد في الجيل الجديد هقولك يعني انت كحسن وانت قاعد بتتفرج على التلفزيون مثلا بيعجبك مين؟ لأ كثير تصور ان بشوف بنات كثيرة موزة يعني انا بحب شكل نيلي كريم جدا عشان تبقى ورانيا يوسف بحس انها موزة وسكسي عشان تبقى انت بدون انت حسن بتحب الاخراء يعني عايزة بتحب الستات جدا رانيا يوسف اه انا بحب جسمها جسمها حالا صح وانا غلطانة كا ايه؟ كا وانسا جسمها عندها موصفات حلوة في تكوينها الجسد اكيد اهو على رأيك معي على رأيك معي لا رانيا يوسف تكوينها الجسد حلوة